السلام عليكم 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 السوري واليمني لماذا من دان مصطفى محمود؟ لا يا جامعة الدول العربية مش دان مصطفى محمود طيب عدد الإسلاميين الذي شارك في هذه المظاهرة أظن عدد قليل؟ لا لا هو عدد يعني نوعا ما كان ما شاء الله كان معنا أتلاف الشباب السلافي وجافة الوطن الشعبية السلافين التحرير السلافين العبور احنا حركة الوحدة كان فيه مجموعة أنصر الدكتور عمر عبد الرحمن كان فيه مجموعة كويسة طيب تقول إيه الحركات التي لم تشارك أو تنالي حتى بمظاهرة أو وقفة لرفع حالة الطوارئ هو رفع حالة الطوارئ المفروض للحركات الإسلامية تكون أكبر الحركات يعني يكون عندها سنفر منها أو سنفر ضدها اللي هو أكتر أكتر ناس تضرط منها اللي هو الحركات الإسلامية فالمفروض أن هي أكتر ناس تبقى قائدة لرفض القانون الطوارئ وتبقى هي اللي موجودة ولها الفعليات النهاردة شفنا حصلاً الحركات الليبرالية أو الحركات التانية موجودة معنا بس الحركات الإسلامية كانت حركات معدودة وكذا فالمفوض أن أكتر ناس اتضررت في الفترة اللي فاتت دي كلها هي الحركات الإسلامية والشباب الإسلامي فالمفوض أن الناس دي تبقى هي اللي لها الوجود أكبر على الشارعي شكراً فإلا عفوا